اشتركوا في القناة ومثلت بناتها كلها مضربة وكلها مرة علي رواسب الحرب تصفت كلها فيها مثل عنا مصفقية وتصفوا فيها كل ما في بناية ما بتشهد على سوريخ ورصاص فيتين فيها فطلعت بفكرة انه اشير رواسب الحرب عنا وامل عمل فني وبلشت الفكرة وكانت شوية ضعيفة بدها سبونسرز وبدها مصاري وبدها هاي وانا كنت وضعي شوية تلميز جامعة ومش عبقدر كتير يعني اقدر سمدهم بلشت في يوم بلشت شوية يلاقي دعم شوية سبونسر شوية بلديات او شي بس كان كتير خجول بعدين اجت فرصة المشغل وقعدنا سوى واكترحت عليهم انه نعمل فكرة يلي هي نعمل رافع وهي حتكون مكلف كتير فقدرنا توصلنا يعني انه سوا نقدر يعني ساعدوني فيها لقدر نعملها و بالوقت اللي نحنا عم نشتغل فيها بلشت القصص تصير قوم بترابلوس وبين السورة وبين لبنان كله يطول فقدرنا عملنا العلم اللبناني اللي كبير على براد الغندور اللي كان هو مابنا مهجور رجعنا لغيرنا واجهة ترابلوس من مدينة كان يسموها شواءوا سمعتها واخدوها لحضارة تعيتها وكانت الناس خاف منها لقدرنا وصلهم الرسالة انه هي ترابلوس مدينة السلام وشو عاملين بالمدينة ديك عاملين تقريبا تبما يقارب الخمسين مدرسة ترابلوس بلبنان كله تلتمائة مدرسة عملنا تل هلأ عشرين مبنى بيترابلوس ببيروت عملنا عشر مباني رسم يعني كل مبنى بيكون بارتفاع عشر طوابع يعني جدا شي صعب وبالاخص الصعبات اللي كانت واجهنا هي اكتر شي المباني اللي مدمر كيف نقدر ان نجحس يعني عملنا فن وتجميل بطريقة يعني فن وتجميل وترميم في مشروع سبت عشر بني عام نفكر نعمله بيترابلوس وعام نشوف يعني ادنا فينا نلاقي كيف نقدر ننفسه لانهو اكيد كي خطوات ورا بعضه وفي مشروع تاني اللي هو مشروع بسميه الميت بني 100 تريبول هيدا مشروع انا عمله لحالي هيدا المشروع هو عبارة عن انو نقدر نجيبه ميت بناية وقدرنا جبناهم وحددنا مواقعهم وبدنا نعمل عليهم مايوكارب كمان ميت عمل فني عليهم هيدا حييعبو الشغلتان ده المدينة اول شي هيشيل منظر البشي عنها وهيدا شي كتير مفيد لقلق وبعدين حتصير مدينة فنية بمتياز وحنواجه يعني حنواجه جزء بسيط منه نحن كالبنينية مش هقول كالترابلسية انو نحن قادرين نغير ببلدنا وبسعطونا فرصتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة